والله أنا لكاللية سابقة عمل في محافظة بنسويف في مجال العمل القضائي وعمل النيابة العامة فأنا لما أول ما وطأت رجلي محافظة بنسويف لقيت ترحاب شديد جدا لسابقة معرفتهم بجديتي في العمل أثناء تواجد فيما بينهم في عملي السابق وده طبعا هيلقي بعبء أكبر لكي نستطيع أن نرتقي بالمحافظة ونحقق ما يتمنى أهالي بنسويف إن شاء الله وأكتر كمان ومحافظة بنسويف محافظة واعدة حافظة بنسويف تم وضعها على الخريطة الصناعية وتم تنفيذ مشروعات صناعية كبيرة في مجال الأسمنت والرخام والمحطة كهرباء كبيرة وكان تم افتتاح هذه المشروعات الكبرى بمعرفة فخامة السيد رئيس الجمهورية وإحنا في المحافظة عندنا 8 مناطق صناعية وبندفع بما تم من إنجاز في هذه المناطق الصناعية من مشروعات لاستكمالها وإنشاء وتحقيق مشروعات جديدة الغرض من كل هذا هو العمل على إيجاد فرص عمل للشباب الواعد والمنتظر وقلت لحضرتك أنا قبل كده إن إحنا من أول ما وصلت بنسويف تم عقد لقاءات عديدة مع المسؤولين التنفيذيين من جميع المدريات التابعة للمحافظة كما تم عقد اجتماعات مع العاملين بالدوان العام تم التواصل مع جامعة بنسويف تم حصر المشروعات التي تم البدء في تنفيذها وعلى وشك الاستكمال تم مراجعة الخطة المعدة لهذا عن طريق التعاون السابق مع جامعة بنسويف وإعداد كل هذه الأمور للدفع بيها في مجال التنفيذ الفعلي خطتي في المرحلة المقبلة تسير في محورين المحور الأول هو سياسة الباب المفتوح والتعامل المباشر مع الجمهور وحل مشاكلهم فورا المحور الثاني هو التواجد على أرض الواقع وزيارات ميدانية يومية لكل مناحي الخدمات والمؤسسات الحكومية ومتابعة العمل كيف يجري زيارات معدة سلفا ومختر بها وزيارات أخرى مفاجئة في الصباح الباكر وأيضا في الفترة المسائية السرعة في التعامل مع مشكلة النظافة وجميع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطن في بنسويف وإعطاء السقة الكاملة في أن جهاز التنفيذي على قدر المسئولية الكاملة وأنه يهم راحته في كامل مجالات ومناحي الحياة ترجمة نانسي قنقر